رئيس الوزراء كمان اتكلم عن دعم الدولة للاستثمار وتشجعها للمستثمرين وانه هذا الاسبوع شهد زيارة مهمة جدا زي زيارة الرئيس الالماني وبعدها كان فيه اجتماع مع اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة وبعدها كمان زار رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية وكان محور هذه الزيارة هو تشجيع الاستثمارات السعودية داخل الدولة المصرية وكمان قال اننا بنسعى لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وفتح افاق جديدة للتعاون بين البلدين واعلن كمان عن مناقشة مسودة اتفاق مشترك مع السعودية لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين يمكن انا حتكلم شوية النهاردة على ملف الاستثمار والتعاون الاقليمي والدولي لان هذا الملف الحقيقة يعني المدار الاسبوع ده الحقيقة شهد حاجات كبيرة جدا ودايما بيتقلنا مفيش بديل للدولة المصرية غير بزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وزودوا تشجيع المستثمر الاجنبي انه ييجي ويدخ استثمارات في البلد ارجو من حضراتكم يعني انتابع بالضبط اللي حصل على مدار هذا الاسبوع الاسبوع ده بدأ بزيارة مهمة جدا من رئيس دولة المانيا والمانيا طبعا من اكبر الدولة العظمة وهي اكبر دولة في اوروبا ومن اكبر اقتصادية العالم وطبعا كان هناك لقاء مع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي واتفاق وتوقيع العديد من المشروعات لكن الاهم ان سيد الرئيس الالماني كان معاه وفد كبير من كبار الشركات الالمانية وبيكلموا معانا على مشروعات مهمة جدا في قطاعات الصناعة والتنمية بصورة معينة والشركات دي الحقيقة يعني بتتجه لوضع خطة تنفيذية لمشروعات كبيرة جوة مصر زاروا مع بعض طبعا واحدة من المحطات المهمة جدا لمشروع القطار الكهربائي السريع فاق السرعة اللي بتنفزه معانا طبعا شركة سيمينز الخط الاول وده بيعتبر الحقيقة رمز من رموز التعاون ما بين مصر والمانيا والحقيقة يمكن الشركات ايضا اللي بتنفز هذا المشروع المهم جدا اللي قفنا عليه الرئيس الالماني وقال ده من اهم المشروعات اللي هتهزهم في تحديث مصر شركات مصرية كبيرة بين اللها الخبرات وبقت النهاردة عندنا قادرة انها تقوم بتنفيذ مثل هذه المشروعات في دول تانية ايضا ولكن الرسالة المهمة شركات المانية كبيرة قبدت اهتمام وكلها بتتكلم على توسعات القائم منها هنا في مصر بيتكلم على خطة توسع لمشروعاته جواه مصر وشركات بتيجي الاول مرة وبتقول احنا عايزين نيجي نستثمر في مصر في خلال الفترة الجاية ايضا كان هناك اجتماع لللجنة العليا المصريك كويتية المشتركة وايضا كان الكلام من خلال هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة في خلال الفترة الجاية انا قمت الحياة بزيارة مهمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة والحياة كان محور هذه الزيارة هو تشجيع الاستثمار في مصر وفتح افاق كبيرة جدا لزيادة الاستثمارات ان شاء الله السعودية في مصر والحياة شرفت طبعا باللقاء سموه الامير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي ونقلت ليه تحيات طبعا فخامة الرئيس لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين والسموه وحرصنا على الكلام على حاجات مهمة جدا لتشجيع الاستثمار السعودي داخل مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله الشيء المهم ان احنا تم الاعلان طبعا وزي ما حالكم تابعتوا ان احنا انهينا مسودة الاتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشترك وانا بس حابب ان انا عشان لقيت برضو كلام بيتقال يعني ايه حماية الاستثمارات السعودية لا هي الاتفاقية هي اتفاقية مشتركة متبادلة بمعنى انها اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية ايضا والاتفاقيات دي مصر موقعة على العديد والعشرات من هذه الاتفاقات السنائية مع العديد من الدول العدد كبير من الدول العربية احنا بنوقع هذه النوعية من الاتفاقيات ويمكن كان هناك رغبة مشتركة ما بين مصر والمملكة العربية ان احنا نعمل نفس الاتفاقية دي عشان تبقى للإستثمارات وتشجيع الإستثمارات المشتركة ما بين البلدين الاتفاقيات دي بتتكلم على ايه؟ ازاي ان احنا نيسر من إجراءات دخول المستثمر ونشجعه بعض الحوافز الإجرائية والإدارية ازاي لقدر الله لو في حال نوع من النزاعات يبقى فيه قليات سريعة لحل وتسوية هذه المنازعات بيبقى هو ده محور هذه الاتفاقيات والاتفاقيات دي ما بتتوقعش غير لما بيبقى فيه رغبة مشتركة من الجانبين عشان شايفين ان فيه بقى حجم استثمار مشترك وعايزين ان احنا نسعرعه ونكبره بصورة كبيرة واللي عايز اقوله لحضراتكم ويمكن حضراتكم سمعته ولكن انا حابب ان انا اكرره هو ما بقاش فقط فيه استثمارات سعودية في مصر ولكن بقى فيه استثمارات مصرية ايضا في المملكة ويمكن وزير الاستثمار السعودي قال ان النهاردة بقى في السعودية في تواجد لأكتر من 5700 شركة مصرية بمشروعات هناك هم مقدرينها ان هذه المشروعات على مدار السنين القادمة بتتكلم في حجم استثمار يصل الى 70 مليار ريال سعودي فبقى فيه تواجد ايضا مصري موجود في المملكة زي ما بقى فيه تواجد سعودي في مصر واللي احنا بالتأكيد كدولتين بنشجع زيادة هذه الاستثمارات المتبادلة وتكاملها وهو ده اللي اتكلمنا عليه ان يبقى فيه نوع من الشراكات والتكامل ما بين الشركات المصرية والسعودية عشان ندخل مع بعض في كيانات مشتركة في اسواق اخرى باذن الله في خلال الفترة الجاية وده برضو استثمار اجنابي مباشر ان شاء الله الفترة الجاية يدخل الى مصر وكان طبعا يعني سمو الامير اكد على ان السندوق الاستثمارات السعودي حيبقى بيدخ في خلال الفترة الجاية خمسة مليار دولار امريكي فيه مشروعات حيبيتم الاتفاق عليها او حيتم الاتفاق عليها من الجانبين فيه قطاعات اقتصادية مهمة ده بالاضافة او بخلاف الاستثمارات اللي القطاع الخاص السعودي ان شاء الله حيدخل فيها وكان فيه اهتمام شديد جدا ويمكن كان عندي فرصة ان انا لتقي مع اتحاد الغرف السعودية وقعدنا مع كبار المستثمرين الكبار هناك وكان فيه اهتمام شديد لزيادة الاستثمارات ان شاء الله في خلال الفترة القادمة باذن الله